كلنا سمعنا وشوفنا عن الكلاب الأوفرسايز يعني بمعنى صح الكلاب اللي أحجمها ضخمة سمعنا عنها وشوفناها في فيديوهات كتير وسمعنا برضو عن أخطر وأشرص صلالات كلاب على مستوى العالم إنما إن إحنا نسمع إن فيه كلاب محددة الأسامي إن الكلاب دي من أخطر وأشرص خمس كلاب على مستوى العالم ده اللي هنشوفه في الفيديو ده في الفيديو ده هعرض لكم أخطر وأشرص خمس كلاب على مستوى العالم في فئة الأكستريم إكس لارش يعني بمعنى صح الامريكان بيتبول اكس لارج والحصر ده جديد علينا والاول مرة هنتفرج عليه والجديد اللي عايز اقوله لكم ان في القناة دي هعرض لكم مش اخطر وخمس كلاب في فئة البيتبول اكس لارج بس لا ده هيكون ان شاء الله موجود معانا في معظم صلالات الكلاب اللي بنحبها و بنحب رمبيها قبل ما ندخل على الفيديو انزل اشترك في القناة واعمل احلى لايك منك للفيديو وقابلكم بعد الانتر تيتا وده اسم اول كلب معانا في فئة الامريكان بيتبول اكس لارج وزنه بيوصل لواحد وسبعين كيلو جرام وارتفاعه بيوصل من اول القدم لحد الكتف لسبعين سنتيمتر عايز اقولكم ان الكلب تيتا كلب اسباني وسبب شهرته العالية مش ضخامة عضلاته وضخامة حجمه بس لا ده كمان بسبب شجعته واجدامه والشراصة المفرطة اللي موجودة عنده ودي هوره لكم في فيديوهات جاية بعد الكلب ندخل عالكلب التاني على طول الريد بير او الضب الاحمر عايز اقولك ان تسمى الاسم ده في امريكا لان وزنه كان قره بيوصل لكلب هالك وزنه اتنين وسبعين وستة من عشرة كيلو جرام وارتفاعه بيوصل من اول القدم لحد الكتف لثمانين سنتيمتر عايز اقولك ان الريد بير من كلاب اللي تقدر تقول عليها الكلاب المثالية يعني بمعنى صح كلب مثالي في كل حاجة كلب نموذج وما بيخشش اي شو الا لما دايما بياخد مراكز متقدمة فيه يعني كلب ستاندر بمعنى الكلمة في فئة الامريكان بيتبول اكس لارج شبيه الكلب هالك اما الكلب التالت معنا هو الكلب هالك نفسه عاوز اقولك ان الكلب هالك كانت بداية شهرته من وهو عنده 12 شهر واشتهر جدا اول ما تم السبعتاشر شهر يعني بمعنى صح كانت شهرته وصلت للعالمية وحجمه وكتلته العضلية كانت كل يوم في تزايد عايز اقولك انه وصل دلوقتي لـ 80 كيلو جرام وارتفاعه من اول كف الايد القدم لحد الكتف بيوصل لـ 85 سنتي الكلب هالك بيوزن 3 اضعاف كلاب بداية يعني ما تستغربش لما تشوف الكلب هالك بيجر عربية جي ام سي نص نقل هو ده كان الكلب هالك نخلش على الكلب الرابع ديمون ريكا او الشيطار ريكا ووزن بيوصل لـ 99.5 كيلو جرام يعني ازياد من الكلب هالك زي ما انت شايف كده بالظبط وسبب ان يسموه ديمون ريكا او بمعنى اصحي الشيطان ريكا بسبب شراسته شراسته اللي زايد عن اللزوم يعني بمعنى اصحي كمية العدائية المفرطة اللي عنده وده مش تجاه الحيوانات بس لا انا عايز اقولك ان هو كمان تجاه الاشخاص كمان والغريب ان صاحبه طلع قال انا منصحش ان حد يقرب منه او حتى لطبطب عليه هو للفرجة ولا العرض بس نخش على الكلب الخامس الكيكوا او الكلب الاسكيكوا عايز اقولك ان وزنه بيوصل لمية واثنين كيلو جرام وسبب شهرته وزنه الزايد وحبمه الضخط وشراسته المفرطة العالية جدا وعايز اقولك ان صاحبه اللي هو المالك ليه ساعة بشكل كبير ان ينزل من وزن الكلب بتاعه وده بسبب مشاكل صحية سببها الوزن الزايد اللي كان زيادة عن اللزوم وبعد ما كان متصدر اغلفة المجلات بسبب حجمه الزايد لا عايز اقولك ان دلوقتي بقى وزنه بالنسبة لأي كلب تاني وزن عادي ومكين انا عرضت لكم اخطر واشرص واضخم خمس كلاب على مستوى العالم في فئة الامريكان بيتبول اكس لارج عايز اقولك انه مش من الصعب ان يكون عندك كلب امريكان بيتبول اكس لارج بس من الصعب انك يكون عندك كلب بالحجم ده وفي نفس الوقت يكون عنده الاكتف عالي جدا لان معظم الكلاب اللي حجمها ضخمة ما بتكونش نشيطة بس لو اشتغلت على النقطة دي فعلا هيكون عندك كلب مثالي بتمنى لكل واحد بيحب كلاب البيتبول ان يكون عنده كلب بيتبول اوفر سايز لان فعلا من اجمل الكلاب اللي ممكن عينك تشوفهم يا رب الفيديو يكون اعجبكم والمعلومات اللي فيه تكون فدتكم ولو فكرة الفيديو عجبتكم ان انا اجيب لكم من كل سلالة اخطر واشرص واضخم خمس كلاب فيها اكتب لي تحت في الكومنتات وهاعرف اعجبكم من اللايكات ما تنساش تشارك في القناة وتعمل احلى لايك منك للفيديو لحد الفيديو اللي جاي مع الف السلامة